على رصيف ميناء الحديدة رسى عدد من السفن النفطية والغذائية في حركة نشطة يشهدها ميناء الحاويات للمرة الأولى منذ سنوات تدفق للسفن يأتي بعد تخفيف جزئي للقيود المفروضة على دخول السفن إلى الميناء الذي يؤمل أن يستمر لإحداث فراجة في الملف الإنساني كما تقول صنعاء هناك بعض السفن دخلت إلى ميناء الحديدة والمؤمل أن تكون هناك سفن أو مزيد من السفن أن تدخل إلى ميناء الحديدة يعني الملفات الإنسانية هي ضرورية وملحة جراء العدوان والحصار تسهيلات ومزايا جمركية من بينها خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50% أعلنت عنها صنعاء ما من شأنه جذب أكبر عدد من التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة وبالتالي إعادة النشاط إلى الميناء وكسر الحصار قبل التشجيعي بنسبة 50% من الرسوم الجمركية ضف لذلك أن الأسعار الصرف الموجودة بجمرك ميناء الحديدة 250 ريال للدرار الواحد بينما في المناطق المحتلة 750 ريال للدرار الواحد مؤسسة موانئ البحر الأحمر قالت أن الشركات الملاحية الدولية عقدت لقاءات مع سلطات صنعاء لإعادة مسار السفن التجارية ونقل البضائع بكافة أنواعها إلى الميناء هناك تحرك وتواصل بالشركات الملاحية بخصوص سفن الحاويات وتم عقد أكثر من لقاء مع الشركات الملاحية عن طريق وزارة النقل الممثلة في الوزارة نفسها وأيضا في مؤسسة موانئ البحر الأحمر والجهات الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة وأبدو تجاوب كبير تقول صنعاء إن فك الحصار بالكامل عن الموانئ والمطارات اليمنية وصرف الرواتب هما ما يؤمل من المفاوضات التي طال أمدها كحل وحيد حتى لا تتجه الأوضاع مع التحالف نحو التصعيد والمواجهة مجددا أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين